ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير وفي احسن حيال النهاردة اجيالكم فيديو جديد ان شاء الله كده يا ربي نقول اعجابكم وقمت بقى كده اعمل حركاتي وبوستي نعمل فيديو كده جميل كده ونبتدي نعمل احلى فطار كده من ايدي الجميلة دي اتياخت معلش مكنتش انا دلعني ميني دلعني يا جدعي تنسوش بقى احلى لايك كده من ايديكم الجميلة وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكوا احلى اشعار كده من قناتي ناجي نقول تاني الناس اللي بتقول يا وفق ما بيجيليش اشعار الغي الاشتراك وارجع اعمل اشتراك من اول وجديد وبعد كده فعلي زر الجرس على كلمة الكل لازم ان تدوسي على كلمة الكل عشان يجيلك اشعار كده بالفيديوهات لما تنزل فتاشعاري وتقولي البيت فوفا نزلت فيديو يلا لما اجرى كفة كده شوفها بتعمل ايه النهاردة بس بقى انا اول مرة جرب جبنة القريش ديت من السوبر ماركت زي ما قلتلكو كده هجربها وقولكو رأي فيها جميلة جميلة جدا هي دلعة دلعة قوي بس ايه حلوة حلوة كفاية بقى ايه ناكل حوادق عشان ايه اللي بيحصل لنا مش شوية يعني من الحوادق انا عايز اقولكو انا بقى ليومين باخد برشام حساسية بسبب الحوادق وما فيش فايدة اخطوكو بتعشق الحوادق اوه والله تلاقيني قمت يا اختي زي المجنونة جالي زي الجرب كده اعود اتهرش من كتر الحوادق فبقايد عنك بقايد عنك يا اختي الحوادق مجنينين فانا من النوع اللي بصي حساسة جدا جدا اعود بقى ايه ااكل حاجة حد اعود اتهرش كده زي الجربونة فكفاية انا حوادق بحاول بحاول والله سبحانك يا ربي انا مليش فيلم لمخليلات خالص لكن ااكل اي حاجة فيها حوادق مثلا جبنة قديمة مرتزة زي كده اا اي نوع جبنة حدقة اي حاجة اا رنجة مثلا تكون حدقة قوي في كل الحاجات دي قبل كده الدكتورة منعتني ان انا ااكل حوادق اصلا اا بس مبصتي لما فر لا علاقة بالدكتورة ولا اي حد يقول لي حاجة فيش فايدة فيش فايدة اختي فيش اختي والله شفتي اختي دي طلعة من اعمالك وقلبي صدقين ممي بقى ملكي الجعب كده باللي بقوله مبصتي ما تركزش وما تهيسش مني انا بسجلكوا وانا الفيديو وانا سقعانة جدا مش مش قادر اركز مش قادر اسجل اهو شفتم افضل اقول لكم فين ساعة الجو يا جدعان ما فيه ساعة فين الساعة تيجي تلاقيني مش قادرة اصلا اتكل بس انا بحب الشتة جدا والله حطيت اللايك يا اختي حطي اللايك حطي اللايك كومنتي يلا عشان احبك كده بوستي كده مهم هنا بقى ايه سيحت كده قطعتين من الزبدة شفتي قطعتين دي الدكتور دكتور يا جدعان دكتورة حبكة ولا باكة وروحتي ايه مشوحة كده اللانشن كده حطيت بقى فلفل قصمر وملح بقى زي ما انتم عارفين ببت ففة كان عندي بيت كده مقصر لما انا قلت لكم ده انا طبق البيت بفكه كده لقيت بيت مقصر فالمهم ايه حطيتهم في الطبق ده فالنهار ده بقى قلت ايه او ما عملونهم بالزبدة دي كده وباللانشن بيحبوه يعني كده اهو بسوصة عينة جدا انا بسجلكم وانا دي 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 عايز عامل كده دي 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 تخيالي شكل يا اختي عاملة زي كتكوت المبلول وانتقولي لي بردك يا وفاق الشتا مش هلقولوكو لا لا نبعشا الشتا يا جدعان واللول اه حطيت بقى شوية فلفل تاني شوية ملحة كده يعني الزبط ايه اه طعمه والكلام ده كله خلاص على كده عملت لهم كده فطار بسيط اه عال سريع كده يلا محمرناش ولا تشتشنا النهار دي يلا لخصنا كده خلاص بقى كده وقلت يلا يا بيت يا فوفا بصوا يا جماعة الفيديو ده يعني الفطار ده انا كنت عامليه قبل منزل السوق اللي هو الفيديو اللي نزلته لكم بيرح عملت بقى الفطار كده وروحت نزلت السوق شفت اخطوكو شاملولة ازاي لقى شاملولة ياختي فقلت خلاص ايه خلي الفيديو بتاعي السوق لوحده وخلي الفيديو بقى بتاعي الروتين ايه لوحده هنا بقى شربت فنجان القهوة كده ياختي وقعدت كده عملت نفسي ايه بصي مزاج كده مزاج المهم بقى جريت كده بسرعة يلا يا بيت يا فوفا حطي اللحم على النار عشان طبعا انا اليوم ده كان يوم كده لغبطة بالنسبالي اللي هو ايه يوم ما بنزل السوق يعني عايز اقول لكم اليوم بيدية ما عرفش والله العظيم ما بيقاش بقى خلاص في بركة قبل طبعا ما عملت الفيديو اللي عادة ده اللي هو اخر فيديو نزل لكم لقيت نفسي اليوم خلاص فقلت يلا يلا بسرعة كنت محتاجة بقى انا نطبخ كنت محتاجة الارضية بهدلت جدا عشان طبعا المشتريات اللي انا كنت جايبها بقى اخضار ومش عارف ايه ففي حاجات كتير وقت في الايه في الارض هنا في المطبخ فهزبط الدنيا دي كلها معيكو دلوقتي طبعا الناس اللي بتقول لي والله يا وفاق المطبخ بتاعك اكتر من حد قال لي يعني الكلمة دي فربنا يخليكو لي يا رب بيقولولي اكتر من حد قال لي والله يا وفاق انت مش بحتاجة تعملي تنظيفات لرمضان المطبخ زي الفل والشقة برضو زي الفل فربنا يخليكو يا رب بس لا مفر يا جميع لا مفر بني باعزين نفرح نفسينا ما فيش فايدة فينا اه والله بس انا برضو مكذبش عليكم المطبخ برضو كاركب كده من جوه ومحتاج برضو تلميعة فاسكت ده انه وفاق تعارفة وفاق يا اختي مش هتسكت طيب انتو بتقولوا كده ما لعمل ايه في الناس اللي بقالها شهرين بتقول لي عملي تنظيفات رمضان قلولي انتو بقى فالله المستعان يعني هنزبط برضو ونفرح نفسينا كده واحنا كده يا جماعة لازم انت لقينا ايه العيد داخل نعمل رمضان داخل يعمل بس انا طبعي كده اكيد انتو الناس اللي معايا بقالها كتير عارفة الكلام ده عني يعني انا ما بعملش الحاجة قبل الهنة بالسنة كده زي ما بيقولوا لأ اوه والله يعني هننظف هنرجع لنظف تاني طب ليه طب ليه فلا قبل رمضان كده بشوية صغنانين فتلاقي وفا بقى بدأت ايه اوعى وشك اوعى من قدام اتلاقيني وقدر بصي ديلي الازدال في بوق وطال عجري في الشق البلدية وصلت البلدية وصلت بصوا بقى هنا انا قلت اول حاجة بستحبطة على النار زي ما انتم شفتوا كده اللحمة عشان تلحق ان هي تتسلق وبعد كده اللهم اصلى على النبي يا رب ابتدي بقى الضبط مطبخي كده مص البخي خلي فيها مية قشر اللمون ديت جميلة جدا جدا روعة اه والله يلمع بيها رخامة كده تنظف لي وتعقمها ألمع بيها اسمها هي اللهم اصلى على النبي يا رب الغسلة كده من بره تنظفها وتعقيدها يعني فحاجة كده جميلة وانتش عاملها بيديك هنا بقى دولة تلهم اصلى على النبي يا رب دول كانوا كام طبق كده كنت بنظفة فيهم الخضار والكلام ده كله فقولت ايه اه ازبطهم كده واشيلهم وبعد كده نزبط الارضية ونقف فقا ايه نطبخ بقى بص الجو السقعة ده محتاج طبيخ محتاج شوية عتس كده يعني فصدارة بقى ليه كتير ما عملتش عتس بس انا دبست نفسي دلوقتي فلأ لأ نخلص الكلام ده كله ونخش على العتس هنا بقى ايه بصوا المشاية انا يعني بصوا انا بعملها كده لان اعمال ينزل منها حاجات كتير اه والله زي ما بقول لكم كده فقلت طبعا هشيلها ونفضها اهو بصت هزيها كده هزا ممكن ينزل منها مشايتين تلاته وهنا ارعش ارعش يا موراش ايو كده بطل دحك انا شايفك بطل دحك خدش اللايك خدش اللايك بطل دحك ايه اختي تحكي وتهني وخربتي اللي زعها لكو تحكوا تحكوا لان نكبر كده والسرحبات اللي واقعة في الارض انا بقى كنت متغزة مش عفة لمون على واحدة ماجي معرفش حاجات من اللي انا كنت بوريها لكم يعني اسناء المشتريات فلا الارضية كده زوتت 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 فهنا بقى قلت بقى اكمس كده وقدي المطبخ كده ترميعا كده على السريع وبعد كده نقف نعمل اكلنا كده بنظافة انا عايز اقول لكم عارفين لما بعمل كده انا ببقى مرتاحة نفسيا اوه الله يعني لما بكون واقفة والدنيا زي تحوليها بحس ان انا مش عارف اركز مش عارف اعمل حاجة زي بتقوله طبعا بصوا بقى هنا انا فتكرت ايه المطبعة اللي قالت لي وفاقة تلك جروف من اللي هو بيد ده وحياتي كروح تسألت عليه لقيته بتمانين ولقيت النوع تاني بتسعين انت يرديكي ومعرفش نوع تاني بسبعين اكتر من حاجة المهم اللي هو بسبعين ده انا حاسة ان هو يكسر بسهولة يعني ده الكلام ده انا لقيته في المحلوي فعشان اجيبه الجروف اللي هو بيد لقيته عامل مش عارفة تسعين ولا حاجة وتسعين كمان قلت ليه ليه يعني لا ده انا ميل وعمل تمرينات احسن ما جيبه بتسعين جنيه فالجروف يا جماعة وصل لتسعين جنيه ليه ان شاء الله ليه يقولولي انتو طيب لقد انا جيب طقمي مفرش للطرابيزات بتسعين جنيه ولا بتماء ولا بمي جنيه يعني حرام فقلت مال التاميل مال لا بنعمل رياضة جماعة بنعمل رياضة رياضة وجم جم ورياضة فسكوته سكوته الحاجة رايحة في دهيا الاسعار رايحة في دهيا فايه ده فيه ايه بالزبط مش عارف حتة جروف مالوش لازمة وصل لتسعين جنيه ليه ان شاء الله طبعا لديت انواع كتير وعشان اللي دخل مزاجي والمفروض ان انا جيبه بتسعين جنيه قلت لأ خليك في مكانك انا بحب ميل عاجة عاجة رياضة انا لسه زغندلة هنا بقى جبت الكوسة عايزة اقول لكم الكوسة ابصوا بتتحدث عن نفسها جميلة جميلة كده وصبحة وحلوة وبأمانة انا بحب ان انا اطبخ كوسة يعني منين ما قول اطبخ تلاقي الكوسة هي اللي جات على بالي لي بقى مغزية جدا وحلوة لعيالي عشان انا بحبها تدخل عيالي زي ما انتم عارفين ام ام ياختي ام حنونة اصغنونة بس بقى الناس اللي بتقول يا وفا ادي للكوسة كده تأشيرة كده من برا كحاتيها كده من برا لا انا بحبها كده انا بحبها كده ما عرفش يعني انا شايفة هي فيها اشرة يا جامعة الكوسة اللي كنا بنشوفها زمين كانت بتحتاج قطة اشرة والاشرة بتاعتها تحس ان هي تخين لا دي مفاش حي فاحنا بنحب ايه يعني نستفد بالخضار ده الاخضار ده مغازي يعني دكتورة دكتورة حطت لها لايك ما قلش النهاردة بنتحدث عن مدى فعالية الكوسة الفيديو اللي انا كنت بتكلم فيه عن استقاب النفس ومش عارف ايه دخلت واحدة تريائي كده ملهاش اي لازمة زمانها سامعيني فبطول الفيديو النهاردة كل الرغية عن استقاب النفس فمش عارف اقلت كلمتين ايه تاني نديتها بلوكة حلوة كده زي وشهاها يعني مش عارف ايه مع الناس بتبقى عايزانا أثناء الروتين نرغي في ايه الروتين بيبقى شغال واحنا بنهالوس في اي حاجة فتحسوا الصراحة بقولك على طول والله الصراحة منافعة كده كده احنا يعني ده روتين تفتكر هنفضل نقولك ما ده فعالية الروتين في اليوم بتاعنا ايه فكان زمان اقولك اه بنرغي في اي حي اه بنهالوس في اي حي فتحسوا الناس يعني البت جابت التايها النهاردة رغي كله عن عن استقاب النفس اه يا حبيبتي رغي كله عن استقاب النفس كل الروتين بنرغي رغي الشكل عن التاني يعني مش عاجبك حبيبتي ما تدخليش خالص انا مش عايزك التعيبي نفسك فانا عشان ما تعبكيش اديتك بلوك محترم زي وشك الجميل ده يا حلوة انت يا حلوة اه ينا يما ينا بقى مسكت الكوسة غسلتها غسلة كده محترمة محترمة ايوة يا بيت يا فوف ايوة بس كده تحب بمسك الحاجة مرشا مرشا كده محترمة هنا دي طبعا الطماطم اللي انا عملتها معاكم الفيديو اللي عادة اهي انا طبعا خليت شفشا على جنب زي منتوا شفتوا وقلتلكوا ان انا هبدأ اه اطبخوا كده بعد الفيديو ايه ما يخلصوا هو الفيديو بتاع السوقو كده هنا بقى ايه اه مسكت الطماطم كده ضربتها ضربة اه ضربة محترمة زي منتوا شايفين كده يلا عليك يا والي مش عافية محتاجة غليلي كراوان المهم بقى ايه اه اضرب الطماطم بعد كده ابتدي اعمل الغادة معيكم يلا بقى انا كده بصوا ايه احب بخلص الطماطم اقومها على طول ضربة ايه ضربة ايه اقومها على طول المسحة الخلط هنا بقى جبت بصلها كده اشرتها وغسلتها وطبعا مساعة البصل مغيلي والجنن كده رغم لا ده يعني رخص اللي من دول مش فكرة اخر مرة انا قلتلكوا انا جايبة كيلو كام بخمستاشر والليل اللي هو اللي صفر ده فبقيت ايه ما استغلش بصل كتير يعني انا بقيت اقتصادية قوي في البصل بقى يقعد عندي يعني لكن الاول كنت ايه املة تربو ده بصل ما يعودش عندي لاني بحب احط بصل كتير في الاكل بس خلاص يا اختي الواحد لمي نفسه كده ولمي ايده عشان الغالة اللي احنا شايفينه ده اه هنا بقى حطت البصلة كده على النار ويلا بقى شوية زبدة شوية زيت وشهياس الدنيا والكورسترول يعلى والدنيا تخرب عادي مهم ما هنأكل والدنيا بعد كده تخرب براحضة اهو تمام كده يلا بقى انا جيت فترة والله العظيم اه يعني حتى اقول ايه لما الكورسترول كان عالي عندي قوي في فترة كده تعبت فيها جدا وعالات محاليل لو تفتكروا قلتها تعلم الادب وايه واطبخ بزيت بس كده يكون نوحل انا حس يا جماعة الاكل ملوش طعم معرفش بعشان ايه ازاي متقولوا انا مش بتعودة اه متعودة ان انا حط زبدة وزيت كده يعني فما فيش فيد رجائتي تاني الواحد بيحس ان هي بتطعم كده بحكي طع الزبدة حتى لو بسيطة يعني ان اللحمة طبعا مكملة معايا فانا خليتها فين على العين الصغيرة ديت وهنا جبت الطماطم اه حطيتها بقى كده اهو وحطيت واحدة بتاعديات مرية دجاج شوية سكر كده بسيطة عشان الحمودة ما تنسيش السكر خالص يعني عايز اقول لك اشان حدش اشتكي كده ان ايه انا احس بحمودة نتعبان لا فيش الكلام ده خلص كده هاسبع بقى تاخد وتدي وتتغلغل بقى وتتسبك وكل حاجة هو زي ما انت سمعت كده جبت هنا بقى الملوخية طبعا انا منضفها المطبخ ففرجت كده ايه كيس كده ياختش انا نضيف انا نضيف مش عافة مالي وانا مش مكتنع ولا ايه من نفسي في ايه انا نضيف انا نضيف خلاص يستتعرفنا ممي بقى جبت هنا الملوخية وابتديت ان انا قطفها كده زي ما انتم شايفين والله خلستها وانا وقفت انا يعني على طول احطت الملوخية وانا قطفها وانا قاعدة فلا ارفيته حلو والله ارفيته حلو على رئيس التعطوط خلصت هوا يعني وانا وقفة كده على طول انا كانت بنتي هنا قاعدة مهددة برا ان انا قولها قطف الملوخية اكتر حاجتين بيديقونا تطبيق الغسيل وتقطيف الملوخية لكن خرطها عادي عادي لكن انا بص يعني تقطفها ده بيديقني اه هنا بقى جريت كده رحت غسلها ايدي ولقيت خلاص الطماطي متسبكت بصه ونقصت بقى كمان يلا بقى نزل الكسر خضرة الجميلة ديت بقى الله عليك يا بيت يا فوف هنا بقى ايه اه رحت سايبها كده تاخد وتدي كده مع نفسها شوية لان اللحمة كانت لسه يعني حطت لها بس مغرفة شربة وبي خرص كده هوضت عليها العين واسيبها تتغلغل برضو مع نفسها خلصت الملوخية جدعاني تجيني زغروطة حلوة ايوة كده وهنا بقى جبت الجوافة كده طبعا البوتاجيز طلوه عليه حاجتين بيبقى بقى مش عارفة ان انا حط حاجتين فطبعا اللحمة بتتسلي والكوسة بتستوي فنستني حاجة فيهم تخلاص يعني فجبت الجوافة اللي انا اشتريتها معيكو ديت وقلت بقى اخسلها كده اهو الجوافة الاول كان ريحة ريحة تقل بالشقة كلها كده من ريحتها وجمالها نبي اختي ما في ريحة ولا حاجة ولا تحس ان احنا جايبينها اش عارف الدنيا تقلي خيرها يا جدعي اه والله يعني انا اعرف جزء ان اجايب جوافة كده من ايه من على بعض كده وانا في اخري الشقة كده وانا اكدني في حاجة تقلي خيرو يا اختي تقلي خيرو اش عارف انا عملا ندي بليف الفيديو ده بس عادي ما تركزيش عشان ما تهيسش مني هنا بقى خلاص غسلت الجوافة كده وحاطتها في المصفة كده تتصفها وتتغلغل كده مع نفسها وهنا بقى جبت الملوخية عشان اخسلها غسلة كده محترمة اهو اديها بعد اديها كده لما بصوا ينحس ميتها كده خلاص فل خلاص تمام عشان اكتنع يعني انها زي الفل افضل عشانها كده صفيها مغير المية بتاعتها لحد ما لاقي ميتها اشطى 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 يعني اهو لا ينور عليك بتفف لا ينور عليك بتفف اهو اخسل الطبق وارجع كده افضل اعمل كده لحد ما يعني احس ان ضميري خلاص كده ارتاح بقولون بصوا انا بحس ان انا ايه يعني مش عارف مش عارف عندي شك ما يعلم بالله ربينا اهو ممي بقى النهاردة كده قررت ان انا اه اتبخ لهم كده بصوا يا جماعة طب ايخ يقض معايا يومين بيريح يعني علي نفس تاني يوم ان شاء الله عندي اكسر فتلاقيني بقى ايما مسلا امسح قوضة اروى قوضة وراي مشوار مسلا اروحه ايه كده الطبق ده بيبقى مريحني هنا بقى حطيت اللحمة وخالص كده الكوسة كانت قربت تستوي يعني قلت اعمل بقى شوية رز كده بشعرية خطيت كتعة زبدة على شوية زيت برضو زي ما بعمل كده على طول زيت وزبدة زبدة وزيت واجيب بقى الشعرية كده عشان احمرها اهو ايوا بقى تمام كده بص انا عايز اقول لكم بعمل شوية رز بشعرية مفلفلين يختي بص عايزيني تاكلوا من غير حاجة او والله العزيني تاكلوا كده من غير حاجة فلفل كده وجميل كده خلاص حمرنا بقى الشعرية والكوسة استوت في شلتها عشان اه اعمل معاكم الملوخية ايه وعطاشت الملوخية وحلوتها بقى هو ده الاكل اللي يدفع جدعين شوية طبيخ كده وشوية رز كده مبخرين كده حلو مبخرين دي بخاري وخميس يلا بس كنتم عشان عنها ايه عايزة اخرج على الشقة انتوا عارفون مفاق لما تقول عايزة تخرج على الشقة ممكن اطلع على شوية جران كمان فعايزة انضف الوضع بتاعة البنات كده وضع ايا لي عمت انا عايزة تتنضف بص اقول لكم ايه المرأة دي انا جربتها طحفة كنت اول مرة جيبها على فكرة جميلة جدا جدا دي بقى بديل الماجي يعني عشان الماجي مقاطعة جميلة اوي 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 الكيسة عاملة اتنين جين ونصت كنت هيلالكو في فيديو المشتريات جربتها حلوان ان شاء الله كلما اروح لو لقيتها اجيبها يعني هنا بقى حطيت الشربة كده على النار ويالله كتاة زبدة على شوية توم مفروم شوية كزبرة عشان نعمل احلى طشة ملوخية النهاردة انا بقى ايه قلت ايه لقد انا قطرت الشربة فجيت وانا بغرفها لقى لقيتها مظبوطة الحمد لله لقتي ايه لو زي الفل اهو وانا بعملها كده انا بحسي ايه ان اقولت ايه ده انا قطرت الشربة ولا ايه بقت خفيفة فلأ جيت اغرفة لقيتها تمام الحمد لله الحمد لله اختي ربنا ما كسفنش ياختي ايه وعطشة بقى ايه وعطشة جسي بقى اتحمر كده للطمو كده بالكزبرة بالزبدة فتخلي لنها كده جميل وايو يدخل الملوخية تغلي اسمعي من الدكتورة وفاة ايو 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 كده شمت الريحة شمتيها كبلك طبقة كده حلوة كده والغيف صابح كده تمزمز فيه يا ربي الفيديو كنا عجبك وقول لكم اعرف السلامة وستنظروا ان شاء الله فيديو جديد اشتركوا في القناة